بعد شهرين من التعليق الذي آلت إليه ظروف عدة فاقمت من حالة الانسداد السياسي قطع البرلمان شوطا كبيرا بعودته إلى الالتئام وعقد جلسة رافقتها إجراءات أمنية غير مسبوقة وأسفرت عن رفض استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي إضافة إلى انتخاب محسن المندلاوي نائبا أول للرئيس خطوات وصفتها قوى سياسية عدة أنها في الطريق الصحيح لتثبيت الاستقرار السياسي الذي غيبته الخلافات منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي تحالف إدارة الدولة بالعموم همه الأكبر أن يصفر المشاكل همه الأكبر أن يبعد المشاكل عن الساحة السياسية وأن يعيد وضع البلد إلى وضعه الطبيعي وأن يرسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة يشارك فيها جميع الأطراف السياسيين حتى الخارج العملية السياسية ومن بينهم التيار الصدري لرسم خارطة واضحة للمرحلة المقبلة دون دماء دون زج الناس إلى المجهول ودون تأخير لكن آخرين ذهبوا إلى أبعد من ذلك ورأوا أن عودة البرلمان ستزيد من تعقيد المشهد لا سيما أن الجلسة المقبلة التي لم تحدد بعد يفترض أن تتضمن استكمال الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف مرشح الإطار بتشكيل الحكومة ومن دون التواصل إلى تفاهمات مع الجميع وبمن فيهم التيار الصدري فلن يحدث أي تغيير في المشهد أنا أعتقد ما لم يكن هناك تنازلا والذهاب إلى حوار للاتفاق على حل البرلمان هذا صعب تستمر العملية السياسية خصوصا التيار الصدري هو فائز أول في الانتخابات اليوم أصبح خاصر والخاصر تحول وأصبح فائز كل المؤشرات والمعطيات أنا أرى هناك ضغوطات داخلية وخارجية أن لا يتم تهميش التيار الصدري لأن التيار هو له قوة مجتمعية تلويح الصدريين بموقف تجاه أي تحريك لتشكيل أي حكومة جديدة من قبل الإطار التنسيقي على أساس التوافق يتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق التظاهرات الشعبية مطلع تشرين الأول الذي بات على الأبواب الأمر الذي ينذر بموجة غضب شعبي تعم مدن البلاد وقد لا يسلم منها جميع من هم في العملية السياسية